ترأس الوزير الأول السيد ناذي العربة واليوم الأربع اجتماع للحكومة تناول في قراءة أولى بالدراسة والبحث مشروعا تمهيدية لقانون يتعلق بالتأمينات وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سيد رأس الجمهوري المتعلقة بإصلاح القطاع المالي والمصرفي وبعية تكييف الإطار القانوني ذي الصلاة مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية ويهدف النص المخترح إلى تحيير التشريعات المتعلقة بالتأمينات وترقية حكمة هذا القطاع خاصة من خلال تعزيز وظيفة الضابطة فضلا عن وضع الأساس القانوني لتأمين التكافر والتكييف مع التطورات التي يعرفها نشاط التأمين في درسة الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيم المتعلق بكيفية تصرف المواد المحجوزة والمصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرة العقلية وذلك بهدف تدعيم جهود الدولة في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرة العقلية وقامع الاتجار الغير مشروع بها هذا ودرسة الحكومة المشروع مرسمت في ذي موجه لإنجاز مشاريع عمومية نموية تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية في تعزيز نوعية الخدمة العمومية الجوارية وتكفل بانشغالة المواطنين وذلك انسجاما مع التعليمات السامية لرئيس سيد الجمهورية اشتركوا في القناة